راس براس سلسلة جديدة على قناة ترو جيمينج وفكرتها حماسية بنجيب طرفين بينهم منافسة كبيرة في عالم الألعاب وبيكونون اللاعبين انقسموا بينهم رح نذكر نقاط قوات كل جهة وبنخليكم نفسكم تحكمون في تصويت مفتوح لمتابعين قناتنا ورح نشرح لكم طريقة التصويت في آخر الفيديو إذن خلونا نبدأ حلقتنا الأولى واختياري بيكون أسطورة الشوتر Call of Duty ضد لعبة التصويب الحربية الكلاسيكية Battle Field هذا النزاع نقدر نقول إلى الآن قائم واللقب المتنازع عليه هو أفضل لعبة تصويب حربية خلونا إذن نمسك كل طرف ونشوف نقاط قوته في أسلوبها Call of Duty سريعة في كل شيء من حركة شخصيات إلى تغير الأسلحة بينما Battle Field تستهدف أسلوب واقعي وأبطأ وتحسسك بأنك عسكري شايل أسلحة حقيقية من العيار الثقيل الاختلاف الثاني اللي راح يبين أيهم أفضل هي الخرايط اللعبتين Call of Duty تقدم خرايط صغيرة وتنقل فيها سهل وغالباً بعد أقل من 15 ثانية من ريسبون تقدر توصل للمكان اللي أنت مت فيه فإنما Battle Field بتشوف الخرايط مرة واسعة وكبيرة ورح تأخذ منك فترة حتى تقدر تنتقل من مكان إلى ثاني إذا كنت على رجولك وهنا تتميز Battle Field بشيء موجود في طور متعدد اللاعبين وله موجود في Call of Duty وهو المركبات زي السيارات، الدبابات والطيارات اللي يساعد على وجودها هو توظيفها في الخرايط الكبيرة ومع حجم هذه الخرايط الكبيرة فأغلب الأطوار التنفسية تضم 64 لاعب بينما الأطوار الأشهر في Call of Duty تضم 10 ضد 10 أو 6 ضد 6 ما عدا في الجزء الأخير من سلسلة Call of Duty اللي يضاف طور جديد اسمه Ground War ويضم 64 لاعب آه كذا نظامكم خلصت الأفكار وصرت تأخذونا 64 لاعب لازم نأخذه زي منكم عادي يعني وهنا نشوف فرق آخر في توجه السلتين وكل واحد فيهم يواكب التوجه حقها مثل Call of Duty من الساعات الأولى تفتح لك خيار في تغيير كل من الأسلحة والبيركات على راحتك وكل ما يرتبع مستواك راح تجيك أسلحة أكثر طبعا نشوف فيها الأسلحة المفضلة مثل الرشاش المفضل عند الكثير الـ MP5 وطبعا ما ننسى الـ M4A1 ولما تحط معها بركات Double Time اللي تزيد من الفترة اللي تقدر تركض فيها مع برك هارد لاين اللي يقلل العدد المطلوب لتفعيل الـ Kill Streak هذا رايح أعطيك أدريلين نادر ما تحصل عليه في ألعاب ثانية وما دمنا جبنا طالي الـ Kill Streak فطبعا هذه الميزة بنشوفها من أروع الميزات في هذه السلسلة اللي تحافظ اللاعب على قتل عدد معين من لعداء بدون ما تموت حتى يفعل ميزات معينة مثل استدعاء الأيكوبتر تساعدك في القتل أو الكلاب وإذا كنت مرة متفلت تنادي النووي وتنهي الجيم على طول بينما في بت الفيلد فهي تجيك مرتبطة بالكلاس اللي تختاره واللعبة بتختلف بشكل كبير بسبب ميكانيكيتها وهذا بسبب طابع اللعبة المختلف بحيث اللعبة بتعطيك خيار في اختيار أربع كلاسات معروفة في هذه السلسلة مثل كلاس الأسالت الهجومي وكلاس الريكون اللي بتلعب فيه بقناص وتقدر تحدد فيه مناطق الأعداء لأخوياك في الفريق وواحد من أهم الكلاسات هو الميدك اللي يشير خليط من رشاشات بمدى طويل وقصير وبنفس الوقت عندهم عدة علاج ترويها حول أعضاء فريقك حتى يتعالج دمهم وطبعاً الإبرة اللي بتعالج فيها أعضاء فريقك اللي ماتوا في أرض المعركة نجي الآن لكلاس السبورت هذا الكلاس يستعمل رشاشات مداها طويل المعروفة باسم الام جي ووظيفة هذا الكلاس وتعزيز الأعضاء فريقك عن طريق إعطاءهم رصاص وروح يكون عنده أداة تصليح تقدر تصلح فيها الدبابات والطيارات فريقك لما تكون متضردة وهنا بتلفيل تحاولت بمحاكاة بشكل كبير في المعارك الحقيقية لا خلا خلا ما حد يبغى شيء اسمه معاركة حقيقية الناس يبغون حاجات فانتسي حاجات خيالية وهذا اللي برعت فيه كولف دوتي وقدمت أرهب شيء صار في كل ألعاب الشوتر طبعا نتكلم عن طور الزومبي في هذا الطور أنتو أصدقائك تحاولون بالنجاة من أفواج زومبي ومعتقدمكم في المرحلة بنفس الوقت وبرضه في هذا الطور شفنا إبداع فرق تطوير كولف دوتي في الأسلحة المختلفة مثل أسلحة الليزر أو القنبلة اللي تجيك على شكل جرت خلينا نتكلم عن أكثر ميزة محبوبة في بتلفيلد وهو أن القدرة بأن كل شيء في عالم اللعبة تقدر تدمره من مباني إلى البيوت والمناطق اللي يتخبون فيها اللاعبين وفي كل جولة من بتلفيلد في البداية المباني كلها تلق ونظيفة وعلى آخرها تحصل كل شيء من ساوي على الأرض كل اللعبتين تقريبا غطت أغلب الفترات الزمنية من الحرب العالمية الثانية العصر الحالي وحرب بيتنام وجميعهم اشطحوا وراحوا المستقبل البعيد وثانين قدموا لنا الحرب العالمية الأولى بالأسلحة بداية مرة لكن خلونا نشوفك أكثر جزء مبيعا من كل سلسلة ولعلى معدل مراجعات بالنسبة لكولف دوتي فبلاك أوبس مبيعاتها وصلت إلى 30.99 مليون نسخة وأعلى لعبة مراجعات لكولف دوتي هي كولف دوتي فور مودن وارفير اللي أخذت على موقع متل كريتك 94 من 100 بينما بتلفيلد فعندنا بتلفيلد 1 اللي مبيعاتها تعدت 25 مليون نسخة وأعلى لعبة مراجعات لباتلفيلد هي لعبة بتلفيلد 2 اللي أخذت 92 من 100 على متل كريتك وقصص هذه الأجزاء المختلفة وشخصيات المحبوبة عند الكل خاصة سلسلة مودن وارفير من كولف دوتي وطبعا الشخصيات الجامدة في بات كامباني من باتلفيلد كده تقريبا طرحنا الأشياء المختلفة بين هذه السلسلتين العريقة أنتم وش رأيكم؟ أيهم تفضلون؟ وليش تفضلونها؟ وبعد يوم كامل مصدور الحلقة راح ننزل بوست كميونيتي على قناتنا ونعطيكم فرصة للتصويت عن طريقة عشان كده إذا حابين تفوزون لعبتكم الفضلة لازم تصوتون فيها في وقتها وأيضا تقول لأصحابكم يشوفون الفيديو ويصوتون على راحتهم كان معكم نوافل نغموش وفهد الشيحة ويعطيكم العفوة لمتابعة ولا تنسون اشتركوا في قناتنا وأيضا اكتبوا راكم بالتعليقات لو ودكم حاجات ثانية نقارن لكم ياهنة ونسوي تحديات بينهم راس برأس وأيضا لو عندكم أي سلسلتين لألعاب محبوبة تحبونها وحبين نسوي مقارنة بينهم راس برأس تقدرون تحطونها في الكومنت وإن شاء الله راح نحطها في حلقات قادمة ونحط اسمكم بعد أنكم اقترحتوا علينا اللعبتين هذه